بالفيديو سعيدة شرف تثور غضبا في وجه ميمي الطقطق هي لم تعتذر مني وإنما تستهزئ بي وسيكون مصير ميمي العيساوي كمصير دنيا بطمة أولا وقبل المشاهدة فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو بعد نشر المؤثرة المغربية مريم العيساوي الملقبة بميمي طقطق لفيديو يتضمن اعتذارها للفنانة المغربية سعيدة شرف بعد وضع هذه الأخيرة لشكاية ضدها لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اعتبرت سعيدة شرف أن ما جاء في فيديو ميمي ليس اعتذارا وإنما نوعا من الاستهزاء قالت سعيدة شرف في تصريح أن الفيديو الذي نشرته ميمي لا يعتبر اعتذارا بالنسبة لي ولكن في حال اعتذرت بشكل لائق ومن قلبها فسأقوم بتجميد الشكاية بدل سحبها فقط وأكدت سعيدة شرف أن ميمي يجب أن تحترمها ولا تتجاوز حدودها معها ميمي لم تحترم لا والدتي المتوفية ولا أطفالي لذلك لن أسمح بمثل هذه التجاوزات في حقي وحقي أسرتي وفي حال أصدرت المحكمة حكمها بالحبس في حق ميمي هل ستقبل سعيدة شرف بأن يكون مصير ميمي العساوي كمصير دنيا بطمة وقالت سعيدة شرف ردا على هذا السؤال إلى دارة علاش تمشي التعاقب أنا إنسانة متسامحة ففي حال اعتذرت لي لما كنت سأضع الشكاية ضدها فهدفي ليس الزج بها في الحبس وإنما القيام بسلوك حضاري وقانوني بدل أن أرد عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكشفت سعيدة شرف أنها وضعت شكاية ضد ميمي وضد شخصين آخرين وهما شاب اسمه إسماعيل بطمة وفتاة اسمها القايدة سارة يذكر أن سعيدة شرف وضعت شكاية ضد ميمي لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء وذلك بسبب تطفل هذه الأخيرة على والدتها المتوفية ودعائها على كبداتها في فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي